حدائق ماجوريل تحفة فنية رائعة جوهرة مدينة الحمراء وواحدة من أشهر الحدائق عبر العالم تحد اليوم بزيارة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا سلمة والسيدة الأولى لجمهورية الكود ديفور السيدة دومينيك واتارا اسم هذه الحديقة ارتبط بواحد من أشهر الرسامين الفرنسيين جون جاك ماجوريل قصة عشق وقفت على تفاصيلها صاحبة السمو الملكي الأميرة جليلة للا سلمة والسيدة دومينيك واتارا قصة استمرت مع مصمم الأزياء العالمي إفسان لورون وزميله الكاتب الفرنسي بير بيرجي حيث تم تزيينها بتشكيلة من النباتات تم جلبها من أنحاء مختلفة من العالم الحديقة اليوم تعد من أهم المعالم السياحية بالمدينة الحمراء هي عبارة عن حديقة استوائية مكونة من تشكيلة من نبات الصبار التي جلبها جون جاك ماجوريل من الجهات الأربعي للعالم نباتات تأقلمت مع مناخ مراكوش هناك أزيد من 300 نوع بهذه الحديقة بألوان مختلفة إضافة إلى أزرق ماجوريل الذي يميز جدران وممورات الحديقة هي فعلا واحة وسط مراكوش صاحبة السبو الملكي الأمير للا سلم والسيد الأولى لجمهورية الكود ديفوار زارت بالمناسبة المتحف الأمازيغي الذي يعد مفخارة لهذه الحديقة حيث وقفت على مكونات هذا المتحف الذي يتناول الثقافة الأمازيغية التي تعود لآلاف السنين معروضات صنفت بدقة عالية تتناول الحياة اليومية والمهارات التي جعلت الإنسان المغربي يطوع المواد الأولية ويصيغها في أنسجة وألبسة وقطع للحلي ومصنوعات خشبية تعكس عمق ثقافة عريقة وقدرة فريدة على الخلق والإبداع صاحبة السمو الملكي الأمير للا سلم والسيدة دومينيكواتر زارت أيضا مكتبة الحديقة التي تضم بين رفوفها العديد من المؤلفات حول تاريخ الحديقة ومن بينها أعمال إيفسانورون والكاتب بير بيرجي كما تمت زيارة متجر الحديقة الذي ينم تشكيلة من المصنوعات التقليدية الرقية التي تضعها بؤسسة حدائق ماجوريل بين يدي زوار الحديقة حيث تشكل المبيعات إلى جانب باقي المداخيل مصدرا لتمويل العديد من المشاريع الثقافية والفنية بالمغرب كل مداخل الحديقة تستثمر بالمغرب عبر مؤسسة حديقة ماجوريل لدعم مؤسسات تقافية تربوية واجتماعية لحظات لاستحضار الذاكرة التاريخية هنا بالإقامة الخاصة بمصمم الأزياء العالمي إيفسانورون حيث كان يقضي أجمل أوقاته في التأمل في جبال هذه التحفة المعمارية والطبيعية وإبداع تصابيمه التي بصمت تاريخ الأزياء والجمال عبر العالم أنا سعيدة ومنبهرة باكتشافي لحدائق ماجوريل مكان بهيج وهادئ يولد لدينا الرغبة في قضاء وقت أطول إنه مكان جميل جدا ونحس فيه بروح الفنان إيفسانورون وكذا بمدى حبه للمغرب في ختم هذه الزيارة قامت السيدة الأولى لجمهورية الكود ورى السيدة دومينيك وتارا بالتوقيع في الدفتر الذهبي للحديقة ترجمة نانسي قنقر